يؤكد جونتر جراس في مقالة عن كل من البؤس التقافي والأخلاقي لنهاية هذه الألفية وعلى هذه الكارثة المبرمجة ولكن المتوقعة بنوع من اللامبالات إن لم نقل بقدرية تبعة على الضحك من طرف دعاة الليبرالية الخالصة والقاسية يؤكد جونتر جراس على أنه يستحيل على الكاتب أن يظل مكتوف الأيدي حيال التصحر التقافي والتحطيم الداتي الذي يتهدده هذا إن لم يخطر التكيف مع وجهة النظر السائدة مع إيجاد تبريرات لتكنولوجيا السمع البصر الجديدة ويقبل بالعيش الرغيد في كنف صناعة الطرفيه الهائلة إن التمييز الأساسي بين النص الأدبي والمنتوج الطباعي الذي ينعته أنطونيو سورا حقا بوصفه اختلافا بين رياح الموضة والكتفة الحديثة وهو تميز يتابر الأعلام على محوه هذا تميز قاد إلى إقصائي وإدانة كل أولئك الذين يجهدون حرصهم عن رفض الاغتناء وقبول التكريم من الأحياء أولئك الذين يسعون إلى الارتقاء إلى مستوى الأموات أي إلى مستوى هذه السلالة من الكتاب الذين ينحدرون منها بدءا من السربانتيس إلى فلوبا وإلى بورخيس باعتبارهم أعداء واعين بالفن العديم الطعم طبقا لضوق الأكاديميات لقد كانوا منذ وجد الأدب مضطهدين من طرف الأكاديميات من طرف الدولة ومن طرف عملائها المفتشين الذين لا يزالون يمارسون إلى اليوم مهمة بابوات الأدب كلمات نبوتية والتي كما نعرف لم تلبت أن تحققت لقد خضعت رواية جوند رواية جراس الأخيرة الحكاية كلها منذ صور دورها لستقص تدميري وتطهيري لقد رأينا صورة ناقد دائع الصيد على غلاف أسبوعية ألمانية جدا معروفة يمزق بغضب شديد نسخة من هذه الرواية في بلد لا تزال فيه حية ذكرى المحرق الهائلة لسنة 1933 يكتسي التصرف الشعائري لهذا الناقد النجم دلالة ومضمونا جدا تطهيريين فهو يبين عن الإقصاء الذي يقوم به عقل سليم ظاهريا ومتكيف مع القيم المتدولة لعمل أدبي قد يسيء إلى المبادئ الجمالية لمستهلك المنتوجات الطبعية وإلى الوحدة الألمانية المقدسة التي يقاربها الروائي بتلك التي أعلن عنها جيوم الأول سنة 1879 أو بطريقة مضمرة إلى ما قام به هتلر من ضمن للنمسا وصيدان قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوا فلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم اشتركوا في القناة